واصلت القطاعات العسكرية العراقية هذا اليوم تقدمها في حيي الرشيدية والملايين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش في الوقت الذي حوصر أعداد من تلك العناصر في حي العربي المجاور الذي تم تحريره يوم أمس من دون أن تكون هناك منافذ للهروب سوى العبور من نهر ججلة إلى ساحله الأيمن بواسطة قوارب تكون لها طائرات التحالف الدولي بالمرصد الشرطة الاتحادية التي أكملت مهمتها الأسبوع الماضي بتحرير عدد من الأحياء في المحور الجنوبي الشرقي للموصل كثفت من استعداداتها وتهيئة مستلزمات القتال لتحرير الساحل الأيمن من خلال استنفار كوادرها الهندسية المختصة في عادة وتأهيل الأسلحة والآليات العسكرية المتضررة في الوقت الذي انتشرت الدوريات الراجلة والمتنقلة في تثبيت الأمن والحفاظ على ممتلكات المواطنين في المناطق المحررة في هذه الأثناء فادت مصادر محلية من داخل مدينة الموصل أن مسلحي داعش استهدفوا المدنيين الذين يحاولون الفرار من المناطق التي ما زالوا يتواجدون فيها وتحديدا في حي الرشيدية وأشرت المصادر إلى أن مواطنين قتلاء اليوم بنيران قناص تابع للتنظيم أثناء محاولتهم الهروب للوصول إلى القطاعات العسكرية في الحي الذي ما زالت تشهد قتالا عنيفا حتى اللحظة يوسف المدلاوي الحرة